موسيقى مشاهدين الكرام حياكم الله ماراثون مناقشة الموازنة سيبدأ يوم الأحد في مجلس النواب لكن ما الفائدة من كل هذه النقاشات هل لدى النواب قدرة على تغيير أي من أرقام قانون الموازنة والوحدات المستقلة وماذا ينتظر الأردنيون من الموازنة وما بعدها اليوم في عين الحدث نناقش إن شاء الله هذا الموضوع مع النائب أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أهلا وسهلا بك والمحلل الاقتصادي حسام عيش أهلا وسهلا بك سيد حسام سأبدأ معك سعادة النائب يعني حدثني لو سمحت اليوم عن توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب بخصوص قانون الموازنة والوحدات الحكومية بداية مساء الخير عليك وعلى الأخ حسام عيش المحلل الاقتصادي اللي نعتز فيه بس المقدمة ما عجبتني إن هل النواب عندهم قدرة على تغيير أو إذا مش مقتنعين بالنواب ليش جايبتني؟ نحن نتسأل لا السؤال استنكاري أنا أبدأ جاوبك جواب مش استنكاري جواب مباشر مئة بالمئة مجلس النواب قادر على التغيير وبداية اللجنة المالية قادرة كانت خفضت نفقات الحكومية بـ 230 مليون هذا بداية يعني قادرين نغير هاي خفضنا 230 مليون بالبداية أيضا قادرين نوقف وجه الحكومة برفع الأسعار وقدرنا نوقف اللجنة المالية طلبت من الحكومة تخفيض إعفاء التأمين الصحي من سن 80 إلى 70 ووافقت الحكومة والآن عم ناقشة نزله إلى 60 كمان أيضا هذا لمصلحة المواطن ولكن أنا بالنهاية أو خليني أحكي في الموضوع اللي أنا حاب أحكي فيه بكرر الشكر مرة أخرى للقناة ولأسدافتك إلنا وبحكي دائما الإعلام هو السلطة الرابعة في الأردن أنا بحكي هو السلطة الأولى في الأردن واليوم العاطق الأكبر على الإعلام الإعلام الحر النزيه اللي حريته السماء بس بعرف أنه السماء فيه رب عادل بحكم العالم كله طبعا أنا اليوم اللي بحكي فيه أنه إحنا منمر في ظروف اقتصادية صعبة دائما نسمع هاي الموازنة الأصعب في تاريخ الأردن والألفين وسبعة عشر الالفين وستعاش ليش الالفين وستعاش كانت تمنيحة كثير يعني أنا بحكي هاي تراكم سنوات سابقة تراكم ترحيل أزمات حكومية سابقة اليوم ما منع في الحكومة هاي إنها بتلجأ لرفع الضرائب على بعض السلع ولكن إحنا اليوم ندور على البدائل وبعد توجيهات سيد البلاد وقائدها بالأمس عندما وجه الحكومة عدم المساس بجيب المواطن الفقير والطبقة الوسطى والابتعاد عن رفع الأسعار آن الأوان نتطلع شو البدائل عنا عنا موازنة فيها عجز 850 مليون عنا الحكومة جاي ببرنامج إصلاع اقتصادي بقيمة 450 مليون وين رايح الأمور؟ عنا عجز ومديونية عالية جدا شو الطريقة حتى نوصل لبر الأمان؟ نعم دعني هنا أدخل في التفاصيل يعني أستاذ حسام كيف اليوم بتفسر ارتفاع الدين العام في الأردن؟ في سنة 2001 كان الدين العام في الأردن 6 مليار دينار في عام بعد 15 سنة وإحنا دخلنا ب16 نحن نحكي عن 26 مليار نحن اليوم نحكي عن 25 مليار 26 مليار لا 26 و2 من 10 مليار زاد 26 مليار وهذه زيادة لها علاقة دائما ما كانت تنسب إلى العجز في الموازني ومع ذلك 26 مليار من الديون لم تحل عجز الموازني إذن معنات عجز الموازني محايد عن الافتراء عليه بأنه سبب في المديونية طبعا هو سبب لكن أنا قصدي لا يستخدم التالي يعني أستاذ حسام بسطنا الموضوع أكثر نعم القضية الأساسية أن الدين أو المديونية أصبحت تستخدم كنفقات جارية إراداتنا المحلية وحتى إراداتنا العامة لا تغطي إجمال النفقات هناك عجز هذا العجز يمول بالمنح حتى بعد المنح والمساعدات يبقى هناك العجز موجود وقائم هذا العجز يمول بالمديونية أولا وهو بدأ يستخدم كتعويض عن الأداء الاقتصادي والنمو الاقتصادي معنى أن الإرادات الحكومية بدأت تعتمد على المديونية عوضا عن ما ستحققه من إرادات النمو الاقتصادي اللي يكاد يكون نتائج صفر على المواطنين نعم إذا ما نتحدث عن 2.1 من 10 2.3 و 2.4 من 10 في المئة نمو الاقتصادي مقابل نمو سكاني 2.2 من 10 النتيجة النهائية صفر حتى أنه في الربع الثالث 1.8 من 10 معدل نمو الاقتصادي النمو بالسالب أنا بعني على صعيد ما سيحصل عليه المواطن إذن هذا من جهة من جهة ثالثة هذه المديونية فيما يبدو أنه أمام تراجع النمو الاقتصادي وأداء أمام الأداء يعني غير المنسجم مع متطلبات تحسين الأوضاع الاقتصادية من طريق الانتاجية وزيادة الصادرات وتطوير العملية الاقتصادية أصبح ملجأا سهلته يعني تسامح مؤسسات التمويل الدولي مع الأردن وبالتالي تم اللجوء إليه باعتبار حلا لمشكلات كثيرة سيد حسام سنأتي لذلك إن شاء الله رجع لك سعادة النائب يعني ما الفائدة من مناقشة قانون الموازنة والوحدات الحكومية تحت القبل كيف ما الفائدة؟ سؤال أم لا جواب هذا؟ نعم طبعا في فائدة أنا أريد أن أتحدث عن توصيات أنا أريد أن أحكي إحنا توصيات اللجنة المالية إحنا السنة هاي شوي غيرنا في مبدأ التوصيات وضعنا خطة مراقبة ربعية للحكومة يعني كل ثلاث شهور بطلع تقرير عادة من وزارة المالية شو بيصير؟ في ثلاث شهور إحنا بنلزم الحكومة تودي لللجنة المالية وندرسه لأنه عادة بيصير في آخر بشهر 11 بشهر 12 قبل ما تنتهي السنة بيصير الوزارات والمؤسسات إيش عندها زيادة تصرفوا بطريقة مرات أو برجع مشان ما يرجع للخزينة أنا اللي بحكي اليوم أنه آن الأوان أنه نغير بالتوصيات ونشتغل على عادة هيكلة الموازنة واليوم نطلع على الموازنة 2017 زي 2016 زي 2015 مهما تغيرنا في الموازنة الحالية اليوم ما نستطيع نغير إشي كثير لسبب عندنا النفقات الجارية عبارة عن رواتب تقاعدية ورواتب الموظفين والجيش والأجهزة الأمنية عبارة عن رواتب زائد مليار ومئة مليون خدمة الدنيا العام يعني بتحكي على أكثر من 75% ما نستطيع نشتغل فيهم إشي النفقات الرأسمالية وهي اللي بتساعد على النمو مليار و300 مليون هاي اللي احنا ممكن نشتغل عليها إذن اليوم مناقشت النواب للموازنة ما رح يغير شيء؟ دا كيف ما بيغير؟ طبعا بيغير ممكن للمجلس النواب يرد الموازنة يعني في حتمال اليوم مجلس النواب يرد هاي الموازنة ويرد توصيات اللجنة؟ طبعا أنا بالنهاية رح أدافع عن اللجنة المالية وعن قرارات اللجنة المالية أنا وأعضائها ولكن المجلس هو سيد نفسه صح عنده قراءات وفيه بعدين أحكي لك شغلة احنا عنا نواب على كفاءة عالية في منهم متخصص في الأمور المالية وهو مش باللجنة المالية وحضر غالبيت جلسات اللجنة المالية النظام الداخلي بيسمح له يحضر لو أنه خارج اللجنة وبناقش اليوم بتطلع أنا على الوضع وانت بتعرفي اليوم هم الأردن هم اقتصادي احنا سياسيا وأمنيا مرتاحين بس أنا دائما بحكي سبب البلبلة اللي بتصير سببها اقتصادية دائما كل الدول يعني الارهاب وتطرف والخوارج سببهم البطالة في البلد يعني احنا اليوم الوضع الاقتصادي يتحسن احنا بنقضي على عدة أمور وخلينا نكون واضحين ونتطلع شو البدائل اليوم نتطلع احنا نبعد عن جيب المواطن السنة الماضية شدوا الأحزمة اللي قبلها شدوا الأحزمة ما ضل في حزام ولا ضل في بطن عند الناس شو ما ضل الشيش ينشد بدك تشوف البدائل ما في منح إذن يعني المفروض اللجنة اليوم تضغط على الحكومة طبعا ضغطين احنا 67 اجتماع اجتمعنا احنا 30 يوم من 4-12 ل4-1 واحنا نجتمع يوميا من العاشرة صباحا لعاشرة مساء ما ضل مؤسسة حكومية ولا وزارة ما جبناها ونقشناها نعم وندور على أي حل أي طريقة نساعد الموازنة ونزيد الإرادات ولكن نبعد عن جيب المواطنة نعم أستاذ حسام اليوم لماذا برأيك يفصل قانون الموازنة عن قانون الوحدات الحكومية؟ أنا أجاوب بس أدخل مجلس النواب يستطيع أن يطرح اتقى بالحكومة بناء الموازنة في الدول التي الدول الديمقراطية عندما لا يتم إقرار الموازنة تستقي الحكومة تسقط سياسيا قضية أخرى على مجلس النواب أن يتابعها كما تفضل وأشار ساعة الأستاذ أحمد الصفدي الحقيقة المهم الحسابات الكتامية هذه من الأهمية بمكان لأن هذه اللي بتبين لك أين يتم تضخيم نفقات لصالح تعفيضها واستخدامها في مكانات أخرى وذلك أيضا الموازنة بحاجة إلى تنقيب إما هي هذه القضية الأخطر في هذا كله الفوائد نحن في هذه السنة ندفع مليار ما يزيد عن مليار دينار فوائد لو حسبتي بالأربع خمس سنوات الماضي أو ست سنوات الماضي دافعين ما يقابل خمسة آلاف مليار دينار فوائد ما يفوق كل المساعدات والهبات والهبات الخليجية وإلى آخره التي وصلتنا فقط فوائد للمدونية هذا أنا أتحدث عن خاطرها في 2005 كنا ندفع حوالي 267 مليون دينار فوائد نحن الآن وصلنا ندفع مليار ومئة مليون دينار فوائد وفي النتيجة أي قانون اليوم لن تنتهي هذه الفوائد هلأ أبدأ أحكي أي قانون أي قانون فيه تشريع وفيه فلسفة وبالتالي لما الحكومة تفصل يعني في تقديمها للموازنة الحكومية بين المؤسسات المستقلة وبين الموازنة الحكومة الحقيقة زي اللي بيجي بقول لك عمل لك تنزيلات 5 دنير و99 انت بروح ذهنك للـ 5 دنير كأنه مش إنه وصارت ستي 5 و99 الهدف منه هو تقليل التركيز على العجز العام للدولي وتجزئته تقليل التركيز على حجم النفقات للدولي وتجزئتها ومن تم تبرير وجود بعض الوحدات الحكومية التي يفترض يعني بمجلس النواب وبالحكومة أيضا أن تدرس مدى العائد منها أنا بس بدي أحكي شالي سريعة الرئيس الأمريكي راتبه 400 ألف دولار بالدين النير الأردنية على 23 ألف دينار الأردني هل يعقل أنه بعض المدراء المؤسسات المستقلة في الأردن ما بحكي عن راتبهم بحكي عن دخلهم الشهر ربما يصل ويتجاوز هذا المبلغ هذا أولا ثانيا ما قيمة كل هذه الخبرات والفوائد اللي إحنا حرصين عليها إذا لم تعمل في الوقت الذي نحتاج فيه إلى عقولها وخبراتها في هذا الوقت أنا مش في الوساء في الوساء كل واحد بنجز إحنا بنا في اللحظات الحارجي هذا من جهة ثانية الوحدات الحكومية للأسف أن الحكومة ترفع الدعم عن المواطنين حتى من ضمنه أن ننفع الدعم من ننزل الدعم من 210 و180 مليون دينار فيما يتعلق بدعم المواد الهذائية وغيره فيما تقدم دعم للمؤسسات المستقلة 155 مليون دينار وحتى منح بعض المنح تأخذها المؤسسات المستقلة 53 مليون دينار وأيضا الشيء للمستغربي أنه إحنا بنحكي عن نفقات رأسمالية سعادة النائب يقول مليون 300 مليون دينار للحكومة هي إجمال النفقات الرأسمالية للدولة وأنا لا أقول للحكومة 2 بليار دينار 650 مليون دينار للمؤسسات المستقلة إذن وبالمناسبة أنا أتساءل عن بعض المرات لما أقرأ شو معنى النفقات الرأسمالية النفقات الرأسمالية الحقيقية لعام 2017 التي ستنفق على مشاريع حقيقية بالنسبة للحكومة لا تجاول 350 مليون دينار لا تشكل 3-3.5% من إجمال الموازني من أجل تحقيق هدف هائل لم نحقق خلال الخمس سنوات الماضي وهو النمو 3-3% من إجمال هذا يعني مشان هيك أنا بتحدث عن نفقات الرأسمالية عن ما هيتها اسمح لي أستاذ حسرام اسمحوا لي ضيوفنا ومشاهدنا الكرام فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد عود لك سعدة النائب هل أخذتم قرار بمنع الحكومة من فرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار احنا مش خدنا قرار احنا ناقشنا الحكومة على مدار زي ما حكيت بالبداية 67 اجتماع مع كل مؤسسات الدولة والوزارات وفي النهاية في يوم الأحد كان لقاء النهاية مع دولة رئيس الوزراء ووزير المالية وتم النقاش في الإرادات الإضافية لرفع الأسعار وكان واضح أنه اللجنة ضد رفع أسعار الغاز والكاز والسولر والسلع الأساسية اللي بتمسس المواطنين غالبية المواطنين هي بنتمسل طبقة الوسطة والفقيرة أنا برأيي السلع الأساسية اللي طحين والرز والسكر والمعلبات جميحة هل لو أسلتم لحل أو تسوية ما بين اللحظة والحكومة وافقت الحكومة وأغذية الأطفال ما عليها رفع السلع المستلزمات المدارس ما عليها رفع الأدوية ومنتجاتها ما عليها رفع السلع الأساسية كاملة ما عليها رفع الغاز والكاز والسلع ما عليهم رفع يعني اليوم شو اللي عليه رفع البنزين عليه رفع جوازات السفر تجديدها من 20 صار 40 وضعوا رسوم على السلع اللي تدخل العقبة وهذا الأشي مطلب من اللجنة المالية لأنه فيه تهريب لأنه إحنا رجعنا لقانون ساعة النائب كم رفع البنزين بحدود خمسة خروش لليتر لكل المحروقات بنزين وبنزين نعم سلر وكاز وغاز ما في رفع نعم يعني البنزين 90 وبنزين 95 ما هون نعم نعم أستاذ حسام يعني في المقافل اليوم بدي أعرف شو هي البدائد الحكومية هناك عجز وقارب 450 مليون دينار ما الحل لا العجز طبعا العجز بعد المنح بيطلع 830 مليون دينار 850 هذا بعد المنح يعني اليوم المطلوب توفيرها هم يبديوا موفره طبعا في وفر 400 هم مش توفيرها هي في فرض رسوم بدهم زادوا الإرادات بالمناسبة الإرادات في الموازنة 2017 زادت عن 2016 مليار دينار وهذه الإرادات هي عبارة عن ضرائب ورسوم وجمارك وإلى آخرين ضربية 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 منها ضريبية 19-19% ومنها ضريبة مبيعات عندما يتم تعديل كافة الضرائب التي هي 4-8% التي تصل إلى 16% على سلع مختلفة ومنها ضرائب جمركي وإلى آخرين هذه بالأخير الضرائب يتم تحصيل أو الإرادات يتم تحصيلها من أكثر من مصدر إحنا كنا لأن النمو الاقتصادي متراجع فالقدرة على تحصيل إرادات من الأداء الاقتصادي تكاد تكون وصلت إلى حال من الإنعدام إلى حال ولذلك يكون هناك عودي إلى المواطنين تحت مسميات أن نعتمد على الذات طبعا والاعتماد على الذات يعني الاعتماد على المواطنين وأنا هنا أتحدث المواطنين كأفراد وكفعاليات اقتصادية أو كشركات ومؤسسات بس هذا له مخاطر كبيرة عندما أنت تقلل الكتل النقدي الموجود لدى الناس وبالتالي تخفض الاستهلاك هذا بأثر على عجلة الإنتاج وبالتالي على العجل الاقتصادي ويعود مرة أخرى للمربع الأول أنه يؤثر دخل الناس من الناتج المحلي الإجمالي أنا أدعي أنه حوالي 70% من الأورتونين لا يحصلون على حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي بالمعدل الكل أفصل عليه في الحقيقة أنه 70% لا يحصلون علي لا يحصلون على حصتهم إطلاقا وإذا نظرنا أيضا إلى 450 مليون دينار الحقيقة أنه هي السلعة يتحدث عنها سعادة النائب هي مصدر الأساسي للدخل للإيرادات لأنها هي التي يستخدمها جميع المواطنين وليس هناك بدائل لها. يعني ما في بديل عن البنزين بإضطر استخدمه. وبالتالي هو يذهب إلى قطاع الاتصالات وقطاع المحلوقات باعتبار الضريبة على القطاع على الخلوي 44% الضريبة على أكتان 95-92% 42% ومع الضرائب الأخرى بمعنى آخر أنه هذه 450 مليون دينار الحقيقة أنه هي جزء مما يسمى إصلاح إقصادي طالب في صندوق النقد الدولي أو نحن ألزمنا به أنفسنا مع صندوق النقد الدولي سيان. لأن صندوق النقد الدولي باعتباره وكيلا على الدائنين يريد أن يتأكل من قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته. ولأن المريض مضطر أن يأخذ الدواء حتى لو كان مرا. فالحكومة مضطرة أن تفرض هذه الرسوم حتى لو كان ذلك يعني يسبب صداعا لها بالتأكيد. وكان هناك احتجاجات شعبية صحيحة بالتأكيد. وكان مجلس نواب يعني الحقيقة برفع صوته في وجه الحكومي. اسمح لي. لكن يريد أن يصير في الأخير حل وسط لهذه الشكل. نعم. أستاذ حسام اسمح لي هون. سعادة النائب. اليوم هل وضعتكم الحكومة في صورة اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي؟ طبعا. نفس الحكام السيد حسام. كل يعني خليني أحكي. ديش أحكي كل الأردن بتعرف. خليني أحكي. احنا كالاجنمالية ومجلس نواب. نعرف أنه في اتفاق ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. على زيادة لإرادات 450 مليون. يعني هذا اتفاق. احنا مدائن. يعني دائما ندائن. هو صاحب السلطة. صحيح. نعم. ولكن زيادة الأربعمائة وخمسين مليون. هذا بناء على الإصلاح الاقتصادي. يعني هذا بغض النظر عن أو غض النظر عن من وين هدو الأربعمائة وخمسين الرحيم؟ طبعا. هذا مشكلة. طبعا. هذا مشكلة. نحن كأردن. كيف بيجيبهم؟. لسندوق النقد الدولي طالب هو دور الحكومة. كيف؟ من وين؟ يعني كيف؟ أنا 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 بحكي أهم إشي الاستثمار. نعم. طبعا. الحل. يعني إحنا نعود المستثمينة الاردنيين. طبعا. يعني رح نرجع على الاستثمار بس الليوم رحكييني عن المساعدات الخارجية ماذا عن المساعدات الخارجية؟ نحنا متوقع يجي منح خاليجية ومنح CAPU فهنا. بس خ souhaي نحكي أنه إذا نتطلع اليوم السعودية والكويت بيقتردوه كل يعامل العربي يقول يعني السعودية والكويت اليوم ليس سعودية والكويت مبارع أول مبارع يعني أنا الآن إذا هاي السنة المساعدات عوصتنا نتطلع على السنة الجاي ممكن لا يكون فيه مساعدات ومنحة الآن الآن شو البدائل عندنا الحدود الشرقية مغلقة وحدود الشمالية مغلقة إحنا اليوم نتطلع شو البديل طيب يعني اليوم هل كنا سعادت النائب في جانب الصواب باستفافنا السياسي مع المشاكل من حولنا احنا بالنسبة اننا كان خلنا نحكي موقفنا من القضية السورية من اول يوم لليوم من ست سنوات وعلى لسان جلالة الملك وعلى لسان وزير الخارجي على موقفنا واضح حل الأزمة السورية سياسية وكنا ضد استعمال القوة زي ما دخلت القوة الغربية العراق وكان قرار سيدنا الله يرحمه سيدنا عبدالله فيما بعده ضد تدخل القوة الغربية في الحل مع الحل السلمي اليوم احنا قرارنا في القضية السورية كان مع الحل السلمي ما تغير من اول يوم لغاية اليوم هذا جانب القضية السورية اضعا القضية العراقية منتابعها بكل جوارحنا يعني اليوم احنا مندفع ثمن مواقفنا السياسية لا 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 احنا الحمد لله الأردن يتمتع في حنكة سياسية انبنت على مدار تأسيس الدولة الأردنية من الملك عبدالله الأول لغاية اليوم حنكة سياسية اذا ما اتطلع اليوم احنا علاقتنا كويسة مع سوريا مع روسيا ومع امريكا ومع بريطانيا القوة العظمى كلها علاقتنا ايجابية معها الدول العربية احنا ما عندنا خلاف ولا مع دولة عربية اليوم يعني احنا مش انه والله اليوم ما فيه مساعدات لانه وقفنا والله مع سوريا او ما فيه مساعدات образом لا 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 إحنا اليوم موقفنا السياسي ثابت وواضح إحنا ضد تدخل إحنا ما نتدخل بأي دولة سياسيا ولا عسكريا ولا أمنيا وفي المقابل ما نسمح لأي دولة في العالم تتدخل فينا بهذه النواحية أيضا نعم أستاذ حسام يعني شو الإجراءات اللي اليوم المفروض نتخذها إذا هذا التراجع الاقتصادي تعرف أنا شوف أشبه كيف إحنا من دير الأزمة الاقتصادية نعم زي شوارع عمام كيف تايري حاولت الشوارع يعني بدل ما تقطع الطريق زي كل عواصب العالم أو كل مدر العالم مربعات وبلوكات لا إحنا كنا كل واحد بنحيد عنه كل طريق وهيكي تقافة إدارة الأزمة بمعنى أنه في مشكلة لا نبعد عنها ونحاول أن نهرب إلى الأمام الحقيقة الحل لا يمكن أن يكون ممكن تعمل حل مرحلي للمشكلة نحن لدينا 450 بالقوة ممكن نفضلها المواطنين ونجيبه هذا حل مشكلة للطرقة والسنة الجاية السنة الجاية اللي بعدها اللي وراها كل مرة في مشكلة ذلك لابد من العودة إلى القرمية من الأصل ما هي المشكلة من الأصل اليوم ترى حلولنا ترقيعية ومش فتح الأساس المشكلة بالتأكيد كل الحكومات لسبب أنه أولا بصراحة خلينا نحكيها أولويات الحكومات هي أولويات رئيس الوزراء مش أوليات المسؤولين فيها والتالي ما في تراكم للإنجازات وكل طرف يحاول أنه هو يأتي بإنجاز يخصه أو ينسب إله هذا سبب من أسباب المشكلة المشكلة الأخرى أنه أحيانا نستعيد بنفس الحلول لنفس المشكلات اللي اتغيرت اتغيرت معطياتها مدخلاتها أسبابها نتائجها ومع ذلك نحن نعود إلى المربع الأول في الحلول نكتشف كأن من جديد العجلي في كل مرة وهي موجودة بطريقة أخرى يعني التفكير دائما التفكير يكاد يكون هو نفسه لحل المشكلات كلها إضافة لشالي ثالثي أنه إحنا لابد وأنا هذا اللي بحكي آن الأوان أن نعود إلى الأصل بمعنى أنه هذه النفقة هاي الأموال القليلة بين إدينا كيف ننفقها بأعلى عائد يمكن أن يعود علينا هذا شو بالطلب؟ بالطبع طلب إعابة النظر في أعداد الموازنة آن الأوان لربط النفقات بالأداء بالنتائج بالأهداف وليس ربطها بأداء محاسبة فقط أنه في إرادات في نفقات في عجز نجيب المديونية ونستنى المناح هذا لا يمكن أن ينتج نموها اقتصاديا حقيا إضافة أنه الهدر موجود وهو وزير مالية سابق قال بشكل 25% ترشوا معنا هالكلام؟ إذا أخذنا إجمال الموازنة نحكي عن حوالي مليار ونص إلى مليارين دينار من الهدر في موازنة بسيطة في دولة تشكو من الأوضاع الصعبة جدا آن الأوان أنه كل مؤسسة عليها أن تضبط نفقاتها بآليات يتم من خلال مراقبة مجلس النواب كنت أحكي إلى سعادة النائبة عن الحسابات الختامية بالمناسبة الحسابات الختامية تظهر لك ما هو التضخيم الذي حدث في بعض البنود والذي استخدمت للتغطية في مجالات أخرى إضافة إلى شالي ثاني أنا أعتقادي أنه عدم لجوء الحكومات في السنوات الأخيرة إلى ملحق الموازني سببه أنها ضخمت الموازنات وزادت النفقات فيها وبالتالي ما عادت بحاجة إلى ملحق موازني بنفقات جديدة لأنه بالأصل النفقات مضخمة وإحنا في دولة مثل أردن حجم الموازني كبير آن الأوان وهذا إنجاز هائل أن يتم تخفيض عجم الموازني وطبعا أنا أعمل تنظير في الحلول المفروض أنه هذه الحلول يعني في حلول لكن بدك قرار وبدك ناس كمان تتفهم وبدك ناس تتق بأنه هذه الحلول فعلا هي الحلول الناجزة والناجعة خاصة لمن لديهم المعلومات والحقائق على الأرض أكثر منها في النتيجة النهائية اعتقادي أنه يعني الحكومي في هذا عام 2017 بأتقاء أنا براعا مفترق طرق إما أن ننجز واجباتنا بصورة تسمح بالبناء عليه وإما أن نعود مرة أخرى إلى حالي من عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى مشكلات اجتماعية ينجم عنها يعني مشكلات لا سمح الله خطيرة جدا لأنه كمان الناس لا تستطيع تحمل نتائج أحيانا إحنا نسميها أنك بتجرب لا يجوز بعد 28 سنة إحنا بإصلاح الاقتصادي ولساة لا بنجرب نعم يعني من هذه النقطة أستاذ أحمد ماذا لو قامت الحكومة برفع الأسعار متعذرة باستمرار العجز يعني هل في المجلس لديكم موقف من ذلك؟ إحنا الدستور أعطانا حق يعني بأي وقت عشر نواب يوقعوا مذكرة يطرحوا الثقاء بالحكومة صحيح ولكن أنا بحكي نصير الشعب دائما سيد البلاد يعني بعد بالأمس سيد البلاد وجه الحكومة عدم رفع الأسعار السلع الأساسية اللي حكيت عنها أنا والكاز والغاز والسلع والآخرية ما ضل حكي أما إحنا كنواب أكيد ما رح نسمحوا رفع الأسعار نعم يعني خاصة الأساسية المعلبات الطحين السكر الرز العدس هذه الأمور كلها نعم ضيوفي ومشاهدين الكرام فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدينا من جديد يعني بدي أسألك هون أستاذ حسام ما فدأ أهمية التحذيرات السياسية والاجتماعية اللي ممكن تترتب على ما إن إذا الحكومة اختارت اليوم إنها يعني ترفع أو تحل مشاكل العجز برفع الأسعار أو زيادة ضرائب وما إلى آخره يعني طبعا المشاكل يعني هي بعض أنا بدي أقدر أنه هذه الحكومة يعني هي في موقف صعب لكن مع ذلك هي أحيانا الحكومات تكون مضطرة وأحيانا أخرى هي لا تحاول أن تتعب نفسها بالبحث عن البداء الحقيقي وبالتالي البديل الأسهل تلجأ له نعم النتائج طبعا خطيرة نحن نحكي عن معدل البطالة يقارب 16% حسب الإعصالات الرسمية هذا عندما تنخفض وطيرة الأداء الاقتصادي أول شالي مش البطالة فقط بالزيد الحالية وإنما حتى اللي بيشتقلوا في المؤسسات وشركات أول شالي بتضحي بالعاملين من أجل توفير الكلف عليها نتيجة الخفاض الإنتاجي ومنخفاض الاستهلاك القضية الأخرى الفقر يزداد القضية الثالثة أنه أنت لا تستطيع أن تستقطب استثمارات إلى اقتصاد لا يعمل بمعنى أن مفاعله قاعدة بتتراجع القضية الأخرى تزداد المديونية القضية الثالثة أنه إراداتنا المحلية بشكل عام لا تغطي نفقاتنا الجارية باستمرار نتيجة لزيادة هذه النفقات ما ينجم عنه عجز يؤدي إلى مزيد من المديونية وأيضا حتى بالمنح والمساعدات لو وصلت الحقيقة أن العالم لم يعد يقدم منح ومساعدات مجانية وإنما يعني هو يفترض أنك أنت بدأت تتماشى مع سياساته أو مع فلسفته في إدارة الأمور في المناطق المختلفة وأحيانا لك رأي مختلف ربما تقطع عنك هذه المساعدات القضية الأخرى لما نزيد إحنا الأسعار بنأثن مباشرة على قدرة الناس على التكيف معها كل شهر تقريبا في الأردن إحنا متكيف مع قرار جديد بزيادة رسوم أو ضريبة أو سعر القضية الأساسية كلها إنه لما تزيد الأسعار بنسبة 2% و3% وأنا ما بعرف ليش نتابد إحنا بنحكي على الاقتصاد السوق المفروض عرضه طلب لكن مع ذلك يخلق فوضى وردوء ارتدادات سوقية من الصعب السيطرة عليها فوضى في السوق يدفع تمنها بشكل مباشر المكلف بزيادة الأسعار وبشكل مباشر جميع المواطنين في السوق لأنه كلهم بدهم يتعاملوا مع السوق والأخطر من كل ذلك أنه الحكومة عندما ترفع الأسعار أنا بقلل استهلاكي بتقل هي نفسها إيراداتها يعني لما رفعوا أسعار بالمناسبة أسعار الضريبة على الخلوي إلى 44% لكي نزيدوا التحصيلات كانت إيرادات القطاع الخلوي بما فيه الضريبة مع الضريبة تزيد عن مليار ومئة مليون دينار تراجعت إلى تسعمة مليون وثمين مئة مليون دينار لأن الناس أيضا قللوا وتكيفوا مع القرار بتقليل استهلاكهم إذن هذا الضار للحكومة لكن المشكلة أنه إحنا نحتاج ما هي مشان نتخذ مثل هي قرارات إيجابية مستقبلا بنا مهلي وحكي عنها الأستاذ أحمد قبل أن ندخل على الستوديو إن بنا يا سيدي عطوي لمدة سنة بشرط أن تضمن لنا الحكومة أو توحي لنا بالثقة أنها قادرة أو أنها ستعمل على إعداد برنامج اقتصادي يؤدي إلى تفعيل وتطوير العملية اسمح لي أعود لسعاد النائب بدي أسأل هون سؤال سياسي بحسب كتلة الإصلاح النيابية الحكومة غير قادرة على الوصول بالوضع الاقتصادي لبر الأمان ومواجهة التحديات التي تمر فيها الأردن وهناك طرح باستبدالها بحكومة إنقاذ وطني هل تؤيدون ذلك؟ لا يعني كتلة الإصلاح من احترم شخصها طبعا وزملائنا الأعزاء هذا رأيهم وأنا بطلع عنه اليوم حكومة إنقاذ الوطن شو بدهم يجيب وزراء منين؟ الفضاء؟ يعني اليوم رئيس الوزراء هاني الملقي ولا عبدالله نصور ولا سمير رفاعي شو بدهم؟ اليوم نحن نمر بظروف اقتصادية سيئة بدنا برنامج خطة إصلاحية أنا حكيت قبل ما نطلع الهوى للسيد حسام بحكي إحنا اليوم آن الأوان السياسة النقضية والسياسة المالية والتشريعات خلني حكي في مجلس الأمة في غرفتيه الأعيان والنواب إنه يكونوا على خط واحد يكون هناك في خطة والقطاع الخاص أيضا القطاع الخاص شريك رئيسي مع الحكومة مع القطاع العام القطاع الخاص للحكومة الفريق الاقتصادي بالحكومة ممكن أنا أتفق مع قطة الإصلاح إنه فريق الاقتصادي ضعيف في الحكومة هاي في بعض الضعف خليني نحكي وهذا إحنا اليوم إحنا بهمنا أهم إشي للفريق الاقتصادي صحيح اليوم إحنا مشكلتنا اقتصادية دائما حكينا أجهزنا الأمنية قواتنا المسلحة من ضاهي فيها كل المنطقة ما عندنا خوف من أمور الأمنية أمور سياسية بقودها سياسي محنق جلالة الملك ما في خوف نهائيا إحنا اليوم مشكلتنا اقتصادية اقتصادية لها محورين محور الأول نكون على علاقة قوية الجهات المعنية في الأمور الاقتصادية المالية سواء النقد المالي أو النقد المحافظة بنكي المركزي وزير المالية فريق الاقتصادي بالإضافة للنواب والبلجان المختصين المالية واللجنة الاقتصاد والاستثمار وأيضا اللجنة المالية والاقتصادية في الأعيان والقطاع الخاص ورئيس الجيئة الاستثمار نقعد ونعيد نشوف هالمشاريع المتعثرة في الأردن ليش متعثرة هالبرجين اللي نحن طولنا نمرق بين السادس والسابع صلهم كذا سنة واكفين على ليش؟ شو المشكلة؟ المصانع اللي أغلقت ليش أغلقت؟ نشوف شو المشاكل ليش مستثمريننا اليوم حوالي عشرة مليار موجودين بالإمارات مستثمريننا بالصين ليش صار المستثمرين الأردنين روح على الصين؟ كندا تركيا مصر ليش؟ لأنه في مشاكل وتعقيدات من الحكومة للمستثمر الأردني يعني أعتقد المستثمرين محتاجين تشريعات أنتم مشرعين؟ نحن بحكي لك نحن ما نحن ما من بر نفسنا مجلس النواب حكي واضح في خلل على مجلس النواب وفي خلل على حكومات المتعاقبة وفي خلل على السياسة النقدية وفي خلل على السياسة المالية يعني في كل دورة برامية بس أنا الأوان أنه نتحت كلنا ونتكاتف جميعا قطاع عام وقطاع خاص وموثلين الشعب ونشرق إحنا تشريعات تحصن المستثمر الأردني يكون عنا ثبات في قانون الضريبة غيرنا أنا صالينا بعجسين غيرنا بجوز خمس مرات كيف المستثمر؟ أصلا المستثمر الذكي بيجي بيطلع ما بيطلع على تجيع الاستثمار بيجي بيشوف شو فيه دين على البلد شو فيه عجز في الموازنة شو فيه قانون الضريبة كم مرة تغير أما اليوم قانون الضريبة على الإسكانات هل قد بكرة مع فيها بعدها يعني المفروض أنه فعلا ما يجي ولا مستثمر على الأردن لما بيشوفوا الوضع الاقتصادي والعجز في الموازنة أقول لك أختي العزيزة أحمل اليوم معنا لا نريد مستثمر إجنبي نريد أن نرجع المستثمر الأردني ونحافظ عليه نحن مستثمرنا الأردني نحن بننا الخليج نحن بننا دول الأردنيين نحن نحافظ على بلدنا ونبنيها اليوم برأيك سعد النائب هل على المواطن الأردني أنه يتوقف عن الانتقادات التي تطال الحكومة يعني مع هالوضع الاقتصادي وتعاطي الحكومة أنا اللي بدي أحكيه اليوم أنا بهمني الإعلام الإعلام هو اللي بوصل لحقيقة إحنا اليوم إحنا مشكلتنا بطلت بالإعلام على الفيسبوك شخص حاقد أو مبتز أو يعني مدفوع له بنزل إشاعة بتنتشر في كل الدنيا ونكون واضحين وأنا بحكي إشي مسؤول عنه وبيدي أحكي عن حيب يش أحكي عن مجلس النواب بشان ما تفسر زملائي يزعلوا في عدم ثقة ما بين مجلس النواب والشارع وفي عدم ثقة مطلقة ما بين الحكومة والشارع اليوم في ثقة ما زالت بالإعلام يعني هاي عدم الثقة سببها الإعلام مش مجلس النواب لا لا ما أنتم ما فيمتع لي في عدم ثقة بين النواب والشارع في عدم ثقة بين الحكومة والشارع وما زال الثقة موجودة في الإعلام يعني الإعلام يكون واعي ومتابع لأنه بنزل إشاعات عماله على التواصل الاجتماعي بتخرب الدنيا اللي بدقيقها ووصلها للمواطن الإعلام هو اللي بفزع هذا القصدته بالعكس أنا واضح حكي أنه بحكي الإعلام عنده ثقة الشارع بالإعلام ما عندهش ثقة لا في النواب ولا في الحكومة بس في الإعلام عنده ثقة طبعا وإحنا عندنا مؤسسات إعلامية والحمد لله رب العالمين الهاشميين بنوا إعلام حر بقبل وإحنا عندنا أحكام عرفية بقبل ما ترجع الديمقراطية للأردن وإحنا الإعلام حر اسمح لي سعدتك هون أستاذ حسان بدي أرجع أسألك يعني كيف المفروض نرجع نجذب الاستثمارات التي تحدث عنها سعد النائب أول شيء هو الاستقرار إحنا عندنا استقرار سياسي مش قادرين يستثمروا استقراراً اقتصادياً والاستقرار الاقتصادي أساسه هي الأنظمة والقوانين والسياسات إضافة للعقلي الحاكمي هو بالأخير العقيدة تأخذ شكل المعتقد والقانون يأخذ شكل من ينفذه إذا كان أنت بالأصل معادل المستثمرين وجاي إنك أنت بدك تستقبلهم بالحقيقة موقفك راح يكون متشنج هذا من ناحية من ناحية أخرى أنه إحنا لحد الآن غير قادرين على تسويق الفرص الاستثمارية في الأردن بمعنى أنه كان فيه تضارب بين أكثر من مؤسسي تتنافس على جذب مستثمرين لأسباب تتعالى بكل مؤسسي إلى أن تم توحيدها بهيئة الاستثمار ومع ذلك ما زالت السياسات والأنظمة والتشريعات القائمة يعني تعتقد أنه إذا المسؤولين مع بعضهم أشادوا بهذا التشريع أو القانون يكفي الأصل أن أسمع هذه الإشادة من المستثمر هو الذي سيقرن لماذا لا يتم استدعاء مستثمرين والسماع منهم بكيفية أداد القوانين والأنظمة والسياسات وهو وضع هذا من جهة من جهة ثانية الحقيقة نحن لا نستثمر أيضا المزايا النسبي والتنافسي للمحافظات وبالتالي هناك فرص كام نهائلة فيها نحن أيضا بعيدين عنها القضية الأهم أنه نحن كمان نعتقد أن نجاحنا هو باستقطاب الاستثمارات الضخمة فيما دولة مثل الأردن بهمها الاستثمارات الأصغر اللي قادرة أيضا على تشكيل أكبر عدد للناس في أماكن مختلفة ولذلك أنت بتحكم لي في انفصام حتى بين الاستثمارات الموجودة وبين المواطنين وبين الإعلام اللي بقدم أيضا المستثمرين باعتبارهم جايين يغزوا الأردن أو جايين ينهبوا الأردن فيما أنه الله يكتر خيره أي مستثمر يقبل في هذه الظروف في المنطقة كلها أن يستثمر بالأردن لأن هذا استثمار بسياسته والاستقرار والمفروض أن نشجعه طبعا الأستاذ أحمد بيحكي على الإعلام ضروري أن نميز في تناول الإعلام للقضية بين التهييج وبين الانتقاد العلمي بمعنى الذي يضيف قيمة مضافة للمسؤول وللمستثمر أكيد بالطبع نحن في معظم مرة مننا أنا ندوي أو شاركت فيها قلت نماذج من تناول الإعلام للمستثمرين في منها مرعبة كيف يتم تصوير المستثمر باعتباره هذا جاي مجرم وهذا يعني حتى لو كان مجرم من تبين ذلك بطريق علمي بدراسي يعني تفيد الأردن أيضا نشاء ما ندخل فيها الطريق نحن لا ننكر أكيد المسؤولية الإعلامية أريد أن أسألك أستاذ حسامي نحن تحدثنا عن صندوق النقد الدولي ولكن هل لجوءنا المستمر إلى صندوق النقد الدولي برأيك هل تعتقد أنه هي أساس المشكلة اليوم؟ لا هي نحن لجوء لماذا لجوءنا إليه؟ لأنه صار لنا مشكلة ونحن في 1989 1989 صار في انهيار في سعر صف في الدينار وكان نتيجة لعدم وجود احتياطه من العملات الأجنبية وتبين أن لدينا ديونا سارع صندوق النقد الدولي في 1991 العقدة اتفاقية مع الأردن اتهت في 2003 برنامج التصوير الإقصادي بالعكس من نتائجه الإيجابية أنه تم تثبيت سعر صف في الدينار واعتبر ذلك إنجازا إلى هذه اللحظة يعني الحكومة الأردنية والدولية والمواطنين بنعموا بهذا الاستقرار لجهة سعر صف في الدينار ولكن اللجوء المستمر له أسباب تتعلق زي ما حكينا بعدم قدرتك على مواصلة النمو الاقتصادي قضية أخرى نحن في عنا إشي اسمه بسمى المرض الهولندي شو المرض الهولندي هذا؟ إنه في هولندا لما طلع هالغاز وهالنفط عندهم أعتقدوا أنوا أجاهم فلوس صاروا وارتفع سعر عملتهم بطلوا يشتغلوا صاروا يستوردوا وبالنتيجة نهية خلص النفط نزل العملة هنهبطت انهار الاقتصاد في الأردن إحنا بعد ما تخرجنا البرنامج التصوير الاقتصادي بال2004 إلى حد 2009 كان فيه هناك استثمارات هائلة بالمناسبة كانت الاستثمارات تشكل 25% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 وطالع صارت تشكل 5% و3% و2% من الناتج بمعنى أنه تراجع بشكل هائل هذا المشكلة إنه لما هذه الاستثمارات زادت وزادت انتعشت الأوضاع الاقتصادية وبدأنا نحكي عن نمو 8% هذا أدى إلى رفع سعر صرف الدينار مقابل أيضا العملات الأخرى لإقبال عليه زادت كل في صادراتنا صرنا نستهلكها في الداخل وننفق ما توفر لدينا من إيرادات في الوقت الذي كان يجب أن نوفرها إلى وقت آخر ما أدى إلى مشكلات أخرى نعاني منها الآن صحيح أعود لك سعاد النائب هل نحن في خطر اقتصادي يشابه أوضاع بعض الدول يعني إحنا واضح أنه خلن نحكي دق نقوس الخطر يعني اليوم إذا ما صار في عنا إصلاحات اقتصادية رح ندخل منطقة الخطر نعم إحنا يعني ما بدي أحكي أنه إحنا بالسليم ولا بدي أحكي أنه خوف المواطن أنه إحنا في الخطر ولكن نتعلم ونستفيد من وضع اللي صار باليونان اللي هو مشابه لنا أكثر من مصر صحيح إحنا المشابه لنا اليونان مش مصر للوضع اللي عنا ولكن إحنا اليوم مشان هيك إحنا اليوم اليونان اليوم أفلست سعد النائب لا لا بحكي لك المشابه وضعنا إذا ترك إذا ترك وضعنا اليوم إحنا وما صار إصلاحات اقتصادية مقدمات وما صار مقدمات إحنا اليوم رح نروح متقت الخطر نعم إحنا اليوم 94% صح ويلها 95% وشتة من عشرة يعني إحنا اليوم ناتج المحل حجم الدين أنا اللي بحكي اليوم الإصلاحات الاقتصادية هذا اللي تحدثت فيه قبل شوي حتى ما يصير فينا اللي صار باليونان نعم يجب أنه نتكاتف جميعا كل الجهات جميحها بدون استثناء ونلجأ للمستثمر ونبعد عن المواطن نجيب المواطن لأنه ما عاد يتحمل المواطن نرتاح ونبطل وندخل منطقة آمنة ونبعد عن الخطر أما اليوم إذا تركنا حالنا ورح حالنا الأزمات السنة الهاية للسنة الجاي وما في إصلاحات اقتصادية لا وضعنا أكيد بيصير بخطر نعم جلالة الملك تحدثة أمس عن عدم زيادة الأعباء على المواطنين يعني سؤالي مباشرة هل ستمررون قانون الموازنة والوحدات الحكومية لا لا ما فيها رفع أسعار تحدث فيه جلالة الملك الابتعاد عن السلع الأساسية والأمور الغاز والمستلزمات المدارس والأدوية التي تحدث فيها جلالة الملك مئة بالمئة لا إحنا من الحكومة لا نسترجع نفحها أكيد ما رح نوافق بالأساس ولكن بعد سيد البلاد ما أمر ما ظل في أمر طبعا بعدها نعم شكرا لك سعادة النائب أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب شكرا جزيلا لك وشكرا لك أستاذ حسام عايش أكيد المحل الاقتصادي شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في أمان الله شكرا اشتركوا في القناة